لازلت معكم في سورة يوسف إنها الآية الرابعة والتسعون بعد البسملة لوحة عجيبة هذه اللوحة ولما فصلت العير العير القافلة إنها القافلة التي فيها أولاد يعقوب ولما فصلت العير خرجت من مدينة يوسف خرجت من العاصمة في مصر ولما فصلت العير قال أبوهم وهو في الشام في فلسطين قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف هذه رائحة يوسف قد هبت القافلة في مصر ما إن خرجت من باب المدينة يعقوب شم العطر أي عطر هذا عطر شمه يعقوب عطر قميص يوسف الذي أعطاه لأخوته وأمرهم أن يلقو به على وجه أبيهم كي يرتد بصيرا ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف أي عشق هذا إني لا أجد ريح يوسف أنا لا أتحدث هنا عن عشق والد لولده هذه صورة جانبية هذا عشق الأنبياء لأولياء الله فيوسف كان أعلى رتبة من أبيه أعلى درجة من أبيه ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لو لا أن تفندون ما أنتم بحاشقين أنا العاشق الذي أجد ريح يوسف قالت الله عائلته هذه عائلة نبي قالت الله قالت الله إنك لفي ضلالك القديم يوسف وَلَّا وَانْتَهَتْ أَيَّامُهُ عن أي يوسف أنت تتحدد إلى متى إلى متى ستبقى على هذا الحال ستحل قبل أن تتحدد وَالَكِ زَبِيخ البشير جاء البشير يبشر آل يعقوب بحياة يوسف فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه ماذا ألقى ألقى قميص يوسف لأنه هو قد قال لهم كما في الآية الثالثة والتسعين بعد البسملة اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعي اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه ألقى قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إننا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف ويوسف هو الآخر يعرف هذه الحقيقة ولذا قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وقميص يوسف هذا له حكاية مفصلة لا مجال لإرادها الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب لازلت في سورة يوسف سورة عجيبة أخرى من هذا العشق من العشق البشري ولكنه يتسامى هنا لن أتحدث عن عشق زليخة ليوسف فذلك عشق ترابي إنما أحدثكم عن لوحة بدأت بعشق ترابي وانتهت بومضة نورية خاطفة الآية الثلاثون بعد البسملة من سورة يوسف وما بعدها وقالت نسوة في المدينة حكايات النساء وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيزي تراود فتاها عن نفسه قد قد شغفها حبا هن لم يشاهدن يوسف تصورنه عبدا كسائر العبيد وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيزي تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا شغفها حبا هو هذا العشق الترابي لا اريد ان اتحدث عن ان لنراها في ضلال مبين فلما سمعت زليخة فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن انها اقامت وليمة دعوة لنساء الاكابر في تلك المدينة فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة اعطتهن التفاح والسكاكين ولكن حين نظرنا الى يوسف تركنا التفاح وقطعنا ايديهن بالسكاكين بدلا من ان يقطعن التفاح انه الذهول والوله انه العشق الترابي الذي انقلب الى ومضة نورية خاطفة ولذا فان القرآن ما ذم تلك الومضة النورية الخاطفة وانما ذم القرآن العشق الترابي فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكين وقال تخرج عليهم امرت يوسف ان يخرج عليهم فيوسف يأتمر بامرها هي سيدته بحسب الاعراف فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا العشق الترابي يكون للبشر ان هذا الا ملك كريم هذا هو الذي قصدته لقد تحول هذا الوله الى ومضة خاطفة من عشق نوري وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الى ملك كريم وهنا تكلمت زليخة قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم انها تؤكد الحقيقة الملائكية ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين هذه لقطة اخرى من عشق الطاعة والعبادة قال ربي السجن احب اليه مما يتعون اليه اجمل تعريف للتقوى العبادة التقوى عقيدة والتقوى عبادة التقوى العقيدة ولاية علي والتقوى العبادة العمل الطاعة التي هي انعكاس لتسليمنا لولاية علي وإلا فإطلاق التقوى على العبادة بمعزل عن ولاية علي لا معنى لها لأن التقوى وقاية والوقاية ليست بالعبادة المعزولة عن ولاية علي الوقاية أساسا بولاية علي لكن الوقاية تزداد قوة حينما نترجم ولاية علي إلى عبادة على أرض الواقع في نفوسنا وفي حياتنا فإن العبادة حينئذ تكون تجليا من التقوى العقيدة وهنا يأتي هذا التعريف الأجمل للتقوى إنها كلمة علية فكيف لا تكون الأجمل هكذا يعرف سيد الأوصياء التقوى أن يجدك الله في موضع طاعته وأن يفتقدك من موضع معصيته أجمل تعريف للتقوى إنها تتحدث عن التقوى بوجهيها بوجهها العقائدي وبوجهها العبادي أن يجدك الله في موضع طاعته وأن يفتقدك الله من موضع معصيته هذا مصدق مصدق لهذه المضامين العالية الشريفة قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه المرض مع إمام زماننا لابد أن يكون أحب إلينا من الصحة مع غيره الخوف مع إمام زماننا لابد أن يكون أحب إلينا من الأمن مع غيره الضيق الألم الغربة الجفاء الفقر كل الهموم والغموم بأنواعها وأشكالها قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه صورتان عجيبتان منها العشق فالنسوة قطعنا أيديهن وما أحسسن بألم ويوسف سعى إلى السجن بنفسه لأنه أحب إليه تتلاشى الآلام تتلاشى الاهتمامات حينما يكون الحديث عن العشق المقدس هذه صور تقربنا شيئا فشيئا من العشق الحسيني من سورة يوسف التي هي سورة العشق في القرآن إلى سورة البروج إلى عشق بطعم لاهب إنهم أصحاب الأخدود من الآية الرابعة إلى الآية الثامنة بعد البسملة من سورة البروج قتل أصحاب الأخدود هذا الأخدود الذي حفره طاغية اليمن ذو نواس لمجموعة من النصارى من المسيحيين لأنه قد تهود وفرض على الناس أن يتهودوا معه فرفض المسيحيون أن يتهودوا إنهم نصارى نجران كما يذكر التأريخ وكما تحدثنا الروايات فحفر لهم أخدودا وسجره بالنار وقال لهم الذي لا يريد أن يصبح على دين فليلقي بنفسه في هذا الأخدود فتسابقوا حتى جاءت امرأة تحمل رضيعها الرواية هكذا تقول أنني أقرأ عليكم من الجزء العاشر من مجمع البيان للطبرسي إنه التفسير الشيعي المعروف التفسير الطوسي البتري نقل رواية عن تفسير العياشي عن النسخ القديمة لأن النسخة الموجودة بين أيدينا ليست كاملة وصلت الروايات التفسيرية فيها إلى حد سورة الكهف وضاعت بقية التفسير في زمن الطبرسي كانت النسخة كاملة ولذا نقل منها هذه الرواية بخصوص أصحاب الأخدود صفحة 314 هذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان الرواية بسند العياشي عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة منها فجعل فجعل المسيحيون النصارى يتهافتون في النار فجعل أصحابه أصحاب الدين أصحاب الدين المسيحي يتهافتون في النار فجاءت امرأة معها صبي لها ابن شهر فجاءت امرأة معها صبي لها ابن شهر فلما هجمت على النار مثلما سقط الآخرون فيها وتساقط يحترقون في نار الأخدود هابت ورقت على ابنها فناداها الصبي الصبي ناداها إنه ابن شهر إمامنا الباقر يقول فناداها الصبي لا تهابي وارمي بي وبنفسك في النار فإن هذا والله في الله قليل فرمت بنفسها في النار وصبيها الإمام الباقر يقول وكان ممن تكلم في المهد من الصبية والأطفال الذين تكلموا في المهد فلما هجمت على النار هابت ورقت على ابنها فناداها الصبي لا تهابي وارمي بي وبنفسك في النار فإن هذا والله في الله قليل فرمت بنفسها في النار وصبيها قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد مهد المهدي آل صغور من الشعراء الشباب المبدعين السعوديين هو من أهالي مدينة نجران من المدينة نفسها التي جرت فيها هذه الحادثة فهو يخاطب ذا نواس الذي أحرق المسيحيين في أخدوده في نجران أتظن أنك بعدما أحرقتني أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصتك الشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات للذاريات تذرني كحلا لعين لعين الشمس أتظن أنك بعدما أحرقتني أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصتك الشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات أتظن أنك قد طمست هويتي وقلت ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول عبثا 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 تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصتك الشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة من كل عاصفة ألم شتاتي سأعود أقدم عاشق متمرد سأعود أعظم أعظم الثورات سأعود بالتورات والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعارات رجل من الأخدود ما من عودتي بد رجل من الأخدود ما من عودتي بد أنا كل الزمان الآتي سلام سلام عليك يا بقية الله نذهب إلى فاصل شكرا